غزوة مؤتة في جماد الأولى من السنة الثامنة للهجرة وقعت غزوة مؤتة العظيمة بين المسلمين والغساسنة وسميت غزوة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهدها بنفسه لأن الله كشف لنبيه صلى الله عليه وسلم أحداث الغزوة وهو في المدينة وكان سببها قتل رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمر رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه بكتاب إلى ملك بصرى في الشام فعرض له شرحبيل بن عمر الغساني فقتله لما علم أنه مسلم وقتل السفراء والرسل من أشنع الجرائم فقد جرت العادة والعرف بعدم قتلهم أو التعرض لهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالتجهز لقتال الغساسنة فتجمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة آلاف مقاتل وهو أكبر جيش إسلامي منذ بعثته صلى الله عليه وسلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الجيش مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه فإن قتل فجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة رضي الله عنه وعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء أبيض ودفعه إلى زيد بن حارثة رضي الله عنه وفي هذه الغزوة يشارك خالد بن الوليد رضي الله عنه وهي أول معركة يشارك فيها مع المسلمين منذ إسلامه وصل جيش المسلمين البالغ ثلاثة آلاف إلى منطقة معان فبلغهم خبر عدد جيش الغساسنة مئتي ألف بمساعدة الروم ولم يكن المسلمون أدخلوا في حسابهم لقاء مثل لقاء هذا الجيش العرم رم الذي فوجئوا به ومع ذلك لم يخفهم كثرة عدوه قسم زيد رضي الله عنه جيشه الميمنة جعل عليها قطبة ابن قتادة رضي الله عنه والميسرة جعل عليها عباية ابن مالك الأنصري رضي الله عنه اشتركوا في القناة